الدول الغربية لديها أقمار اصطناعية، وهناك معلومات من الأرض. فما الذي يمنع هذه الدول من اكتشاف الحقائق وتسمية الأمور بمسمياتها؟ وهي أن النظام كييف هو الذي يستهدف محطة زاباروجيا، وبالتالي إيقاف هذه الاستفزازات. الإدارة المحلية لزاباروجيا تؤكد أن هناك استفزازات باستخدام الأسلحة البيولوجية ضد المدنيين. وأصبح واضحاً أن النظام كييف لا يهمه مصير المدنيين. الدول الأوروبية مشغولة جداً بمسألة منح تأشيرات سفر للروس، لكننا نعرف أن الإشعاعات لا تحتاج لجوازات سفر أو تأشيرات للوصول للدول الغربية.